اهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد وهنتكلم عن مين هم النساء الاكثر جاذبية في كل الستات الستات اللي هم جاذبين كده هم اتراكتف يا جماعة كأنهم ماجنس مغنطيس لأي راجل في الدنيا ست كده كاريزمة هي كاريزمة وجاذبة واتراكتف جدا جدا فحلونا نرتب الستات من الستات الاكثر جاذبية على الاطلاق ومين هم ملوك الجاذبية هنقول top sex اكتر 6 ابراد في الستات دايما هتحس ان هم عندهم كده طريقة كده بيجذبوا اي راجل في الدنيا هم حطوه في دمخهم وعندهم مغنطيس شخصي كده من غير ما يتعبوا هم مش محتاجين يبذلوا مجود علشان يجذبوا اي راجل في الدنيا طيب قلولي بتتفرجوا عليها من فين وانتو بورجي يقولي لهم اكتر 3 ستات جاذبين تعملتوا معهم بس بصوا خليونا نطرقوا متفقين برضو رجالة الابراج دول برضو جاذبين على فكرة هقولوا رجالة وستات بس عشان رجالة وستات الابراج دولو 3 اتنين جاذبين طيب قلولي بتتبعوني من مدينة ايه وانتو بورجي ايه بتتبعوني من دولة ايه وبليس تعملوا لايك للفيديو لو انت من جاء مصر ومن بره مصر تعملوا لاف عشان اعرف الناس بتتبعوني من فين وكمانا عايزاكوا كلكم تعملوا لي فالو على الانستجرام وعلى الفيسبوك على الرشان ورب العربي بالانجلوش وعايزاكوا تقولولي مين اكثر ستات الجاذبة اللي تعملتوا معيها وفي حياتكم طيب نمبر وان بلا منافس وبلا منازع ويتربع على قمة رجالة وستات الابراج ديت عندهم كده طاقة غريبة طاقة جذب كده اي حد تعملوا معي وخف الدم وروحهم حلوة جذبين يا جماعة بيجذبوا كده تحس انت مش قادر تلتصق فيهم مش قادر تمشي وتسيبهم وعندهم ثقة في نفسهم وكريزما قوية جدا جدا نمبر وان وليتوا تتفقوا معي ولا لا برج العرب برج العرب بيتربع على العرش يا جماعة برج العرب هم جذبين كده فيهم كريزما عندهم هالة كده محبوبين الناس بتحبوهم كده برج غامض وغموض وفيه برضو سنة جذبية كده بيخليه جذب وثق في نفسه قوي عنده حضور قوي جدا بتحس كده ان هو موجود الناس كلها ملمومة عليه تقيل برج العرب من الابراج التقيلة قوي اللي عارف قيمة نفسه طموح ذكي بيعرف يوصل للي هو عايزه فهم الابراج القوية اللي عندهم كريزما وعندهم حضور وعندهم قوة شخصية قوية جدا 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 وبيتربع على العرش الجذبية رجالة وستات العقرب بلا منافسة عمرك ما هتلاقي عقرب ما عندهش حضور مش موجود كده حضوره ملفت برج العقرب شيك جدا ستايل قوي قوي بيعرفوا يلبسوا جدا من الابراج الجذابة جدا 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 طيب تاني برج يا جماعة من الابراج الاكتر جذبية اللي عاملين زي المغناطيس كده بيشدوا اي حد في الدنيا بصراحة فيه منافسة شرسة ما بين برجين يعني فيه منافسة قوية جدا جدا بين برجين هم برج هقولو المركز التاني لأ انا هقولو المركز التاني هو البرج ده هو برج الاسد يا جماعة برج الاسد برج جذب جدا برج كاريزماتيك جدا جدا برج تشارمينج يا جماعة هو ليه كده كاريزماتيك دمهم خفيف قوي واسقين في نفسهم عندهم حضور عندهم قوت شخصية شخصيتهم قوية جدا يمكن العرب شخصيته اقوى سوري الاسد شخصيته اقوى من برج العرب واضح شجاع عنده الإيجو بتاعه نارسس عنده إيجو كده حاس بيمت نفسه جدا جدا شيك وستايلش بيحب الجمال وكريم يمكن الأسد أكثر كرما من برج العقرب كمان فهو شخص كريم في مشاعره رومانسي جدا جدا العقرب كمان رومانسي بس الأسد كريم أكتر من العقرب على فكرة يعني أنا بشوف الأسد أكتر أكرم كتير جدا من العقرب وشيك في نفسه يحب الخروجات الشيك الأماكن المضيفة بيحبوا كل حاجة أليجنت وغالية وما بيفكروش في فلوس خالص 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 برج دمه خفيف جدا جدا بيعرف يهزل بيعرف يوصل لو هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها في الوقت لو عايزه بشخص طموح عنده حضوره وعنده شخصية قوية وحضور طاغي 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 رقم ثلاثة وبيتفق برضو نفس الصفات برج الأسد بس ده دبلوماتيك أكتر عندهم دبلوماتيك كده لأ دبلوماتيك وعندهم حضور قوي وعندهم جاذبية قوية جدا جدا واتراكتيف قوي قوي وthey are super fun كمان هو برج الميزان برج الميزان الأبراج الشيك قوي الستايلش جدا المتحدثين اللابقين جدا هم وملك الكميونيكيشن بيعرفوا يتكلموا كويس قوي عندهم حضور طاغي بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم رومانسيين قوي كرمة طيبين دبلوماتيين أنا بشوفوا الميزان دبلوماسي جدا جدا بحبش يخسر حد بحبش يزعر حد بيحب الناس كلها وكمان عندهم خف الظل وعندهم حضور وثقة في نفسهم مهبة كده مش طبيعية عارف قيمة نفسه دايما واثق في نفسه عمركم هتشوفوا ميزان مش واثق في نفسه مختلف تحسوا أنه شخص مختلف كده ويا جماعة الشيك قوي ما بيصغروش ما بيكبروش ولاد اللازينة كلهم كلهم يعني تحسوا دايما صغيرين number one عقرب number two أسد number three برج الميزان أما number four فهو برضو برج attractive جدا جذاب جدا واثق في نفسه جدا شخصيته أقوى من الناس دي كلها هو برج التور برج التور ستات برج التور يا جماعة ناينين جدا ورجال برج التور كمان يعني ستات ورجال التور جذابين attractive واصفين في نفسهم عندهم حضور شيك جدا بيعرفوا يتكلموا عمليين طموحين نجحين جدا بيحبوا الاستقرار صبورين فعندهم صفات أصلا تجنن وأنا بعشق برج التور يا جماعة هم الأبراج المقربة والمحببة جدا جدا إلى قلبي فهما ملوك الجاذبية ملوك الكاريزما شخصيات قوية جدا شخصيات عندها حضور عندها قوة فهما بجد I will put them من الطاب طبعا طيب يجي بعد كده برج الحمل برج الحمل كمان يا جماعة من الشخصيات حضورها قوي حضورها طاغي عندهم كاريزما قوية جدا جدا محبوبين الناس كلها بتحبوهم أنا بشوفهم من الأبراج الأكثر جاذبية على الإطلاق عندهم طاقة عندهم energy مليانين fun بيحبوا الحياة عمرك ما هتزهق برج الحمل موجود في حياتك أبراج محبوبة جدا جدا والناس كلها بتحبها وأنا بشوف هما الأبراج النارية كلهم يعني كمان القوص كغمان يعني أنا ممكن اعتبر القوص كمان من الأبراج الجذابة جدا جدا رجالة وستات القوص كاريزماتيك واتشاكتف وجذابين مع بعض يعني الحمل والقوص نفس الكاريزما بيحبوا الحياة وبيحبوا الانطلاق ومن الناس اللي عندهم تخف الدم ووسكين في نفسهم قوي بيحبوا نفسهم فالحياة معاهم كده تحس ان هم fun وليهم ego كده يعني عندهم ego وخضور قوي جدا طيب يبقى التاني قولولي أكتر ثلاث أبراج أتراكتف اتعملتوا معاهم هما أبراج إيه طيب في المرتبة السادسة بقى يعني أنا بصراحة اخترت مابون بورجين فأنا حطهم برضو زي بعض أنا بشوف برج الدلو وبرج العزراء يا جماعة الدلو برضو خف الدم رهيبة حضور طاغي كاريزما رهيبة طيبة قلب مش طبيعية كرم مش طبيعي الميزان كمان كريم على فكرة يعني ميزان كريم الدلو كريم الأسد كريم أوي أوي العزراء كمان يا جماعة عنده كده حاجة كده تحس ان عنده هالة زكي جدا يعني طيب خدوم جدع شيك غامض كده فتحس بغموضه دمه خفيف جدا يعني العزراء والدلو كمان دمهم خفيف جدا فدول الأبراج الأكثر جاذبية على الإطلاق كمان العزراء في ميزة حلوة نوطة موخ زكي لما بحط حاجة في دماغه وبيوصل لها بيعرف العزراء بالرغم أنه هاي بس عنده عنده هائلة كده عنده حاجة كده مش فاهمة بس انت منجذب للشخص ده ستات العزراء يعني أنسة عندهم أنوسة قوية جدا جدا هم من الأبراج الأكثر كاريزما والأكثر جاذبية يبقى مين أكثر طوب ثري يا جماعة قلوه مين طوب ثري بالنسبة لكم أنا بالنسبة لك بشوف طوب ثري رقم واحد العرب رقم اثنين الأسد رقم ثلاثة الميزان ممكن هقول رقم أربعة في الترتيب الصح يعني رقم أربعة بعد الميزان الحمل رقم خمسة التور رقم ستة الدلو الدلو العزراء كمان الدلو يا جماعة فيهم جاذبية رهيبة يعني هقول لكم على حاجة تحس كده إن هو في حاجة بتجذبك لي أنت مش فاهمها وكمان هو شخص كريم شخص جدع شخص سابورتف شخص بيحب الناس كلها بيحب يخدم الناس كلها شخص كريم 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 يعني برج الدلو من الأبراج الكريمة بجد وستات الدلو شخصاتهم قوية قوية كده هم هقول لكم بس ست برج الدلو سعاد حسني برج الدلو يا جماعة كريستيان ورونالدو برج الدلو عزراء مثلا هقول لكم سلمة سلمة حيق برج العزراء كاميرين ديز برج العزراء كاظم السهر واقل كفوري معامر مونين بصوا في كريزما صالح سليم فيه خضور فيه هيبة كده وبرج القص برج القص جماعة كلهم كريزما بقى فيه ممثل بحبه قوي بس آسر يسين آآ أنا بحب برضو الموسيقى هشام خارمة آآ الستات القص آآ أمشوف برضو نينلي كريم ست قص لأ ستات القص they are very very charismatic يعني كلهم أعملهم أمشن الأبراج اللي هما كاريزماتيك جدا وأقول لهم أنتوا من الأبراج الأكتر جاذبية مغناطيس يا جماعة مغناطيس للناس كلها طبعا أنا أحد يقول لي موقتيش برجك في الأوائل أنا متوضع يا جماعة أنا برج العزراء بس مشكلة برج العزراء أنهم بحبش الظهور قوي وخجول شوية فمش هحطه مش هحطه في الأول يعني بس إحنا جذبين جدا جذبين قوي جذبين خالص إحنا كلنا جاذبية وأونوسة وحلاوة وحلاوة وشقاوة وزكاء أحلى برج برج العزراء طبعا شام برج يا جماعة طيب شكرا بحبك جدا أقول لي من أكتر ثلاث أبراج جذبا في الرجال وأكتر ثلاث أبراج جذبا في ستات عملتوا معهم تانكيو باي مع سلام